السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهدين طلب التالتة ثانوي في كل مكان. يارب بتكونوا بخير. ويارب بتكونوا في احسن صحة وباحسن حال. الكلمتين اللي احنا بنقولهم كل مرة. نهاردة ان شاء الله هنراجع مع حضراتكم سريعا. بس انا يعني هطول فيه شوية. مش هيبقى ازاي انا يعني مش هينفع ان انا اطول في الشرح فيه. كله حل. يعني الفيديو بتاع الشرح حوالي نص ساعة ولا حاجة. مجرب بس عنوين. انما الفيديو بتاع الحل كان حوالي خمس ساعة. طب صراحة يتحل على كتير. مش يتقال او مش يتزاكر كتير. هنا بقى احنا ان شاء الله هنحاول نلمل حضراتكم الدنيا كلها ونفكر حضراتكم سريعا كده. احنا كنا بنعملين في مبدئيا كده اللي هو كان بيتكلم عن اللي هما الديو الاف. بس الاف وده مش مجال دراستنا. الدي اسموهم وكان مكانهم عبارة عن اربعة بس احنا ركزنا على اللي هما كان فيها عشر هنقولهم مع بعض دلوقتي من اول لحد الزنك. العشرة دول. من اول لحد الزنك. ليه ليه ركزنا على العشرة دول? بصراحة العشرة اللي في واحنا بقى بنركز على الحاجة اللي لها لازمة زي السكنديم ده يعني نادرا ما يوجد في القشرة الارضية عند هاز بنستخدم السكنديم مع الالومنم يعني سبيكة في صناعة السبيكة دي بقى او الالوي دي من السكنديم مع الالومنم بتتميز بانها فبنستخدمها في طيران وده طيران بيطير بسرعات عالية جدا. آآ آآ بي اخترق سرعة الصوت يعني اسرع من الصوت عشان بيقاوم العوامل الجوية او مقومة الهوى بسبب الالوي دي مصنوع من حاجتين سكنديم مع الومنم. اما السكنديم مع الميركوري بنصنع منهم اللي بتدينا بنستخدمه في الفاتوغرافي ديورنج نايت. اما تايتانيام تي اي توني تو ده شبه الحديد الصلب شوية. طبعا الاتوميك نمبر توينتي تو توزيع اللي هي المفاصل الصناعية لانه فالجسم ما بيرفضوش. فبنستخدمه في صناعة كمان التايتانيام مع الالومنم عندها يعني بتتحمل ضغط بتتحمل حرارة عشان او وهي بتتحرك وطلع لفوق في الفضاء بتختارق طبقات الغلاف الجوي بسرعة كبيرة جدا والاختارات ده بيانتج عنه حرارة والحرارة دي ممكن تسيح المعدن نفسه فاحنا بقى بنختار معدن او مصنوع من التايتانيام مع الالومنم عندها يعني كمان التايتانيام او اكسايد البورتيكالز بتاعته بتحمل جلد من الالترا فيليت رايز فبنستخدمه في صناعة الكازماتيكس اما الفاناديام في توينتي ثري دي صورته في الطبيعة بنستخدمه الفاناديام بس مش لوحده بنستخدمه كومباوند او الوي الفاناديام بنتاكسايد بنستخدمه از دايز في الكلورينج جلاس ان سراميك في صناعة الجلاس والسراميك الزجاج والسراميك بنستخدم الفاناديام بنتا اوكسايد في تو او فايف از دايز لونه اصفر فبنستخدمه في صناعة الجلاس والسراميك ده الفاناديام بنتاكسايد بنستخدمه في صناعة اللي هي الموصلات المغناطسية او كمان بنستخدمها اسكاتاليست واحنا بنحضر السلفوريك اسد بطريقة اسمها كونتاكت بروسس كمان الفاناديام مع الستيل الوي اللي اتنين دول مع بعض بنصنع منهم الكار سبرينجز لان الفاناديام مع الستيل الوي الحديد الصلب اللي مضاف الوي فاناديام عنده وعنده ويقاوم العوامل الجوية وكمان دي بتخلينا نصنع منه ما بيصديش كمان كمان كل ده بيخلينا نستخدمه في صناعة أما ده كان فيه في الالكترونيك كونفجريشن ارجون ايتين فور اس وان وثري دي فايف مش توفور وان وفايف والكروميام ما كنا بنستخدمه في سبغ او دبغ الجلود ومنستخدمه في لان الكروميام نشط بس بيتأكسد بالاكسجن بتاع الاير ويكون طبقة من الكروميام اوكسايد الطبقة دي بتكون ما فيهاش فتحات بتمنع فالرياكشن بيتوقف والظاهرة دي اسمها اما النيكل مع الكروميام بنصنع منهم الهيتين كويلز والكروميام اوكسايد بيصدقنا في الدايز كان لونه اخضر والبوتاسيوم كنا بنستخدمه اما المين جنيز فده عنصر هاش بنستخدمه بس مش لوحده بنستخدمه مع المين جنيز حاجة اسمها المين جنيز بنستخدمه مع الاير فحاجة اسمها فيرو من جنيز الوي دي عبارة عن فريط يعني ال cevديق مع من جنيز بنصنع منها اللي هي القطبان بتاعت السك الحديد اللي بتكون عشان تتحمل الاوزانة التقيلة بتاعت القطارات اما المين جنيز مع الالومنام الوي دول بنصنع منهم الكانز لانهم بيقوموا الصدق او التآكل عشان كده العلية بالكانز مصنوعة من الالومنام مع المينجنيز اما المينجنيز اوكسايد بنستخدمه في الدرايسل از اوكساديزينج ايجنت والبوتاسيون بير مينجنيت بنستخدمه كمادة مطهرة يعني اوكساديزينج اما المينجنيز صالفيد بنستخدمه از فانجاي صايد. الايرن بقى اف اي حدث ولا حرج بنستخدمه الخرصانة المسلحة والنايفس السكاكين ونصنع منه المواسير بتاعت المدافع وكل الاسلحة كل انواع مصنوع من الايرن. كمان الايرن بنستخدمه في ادوات بتاعت العمليات الجراحية العواميات الكهربة وبنستخدم الايرن اس كاتلس واحنا بنحضر الامونيا بطريقة وبنستخدمه اس كاتلس واحنا بنحول الووتر جاس بطريقة فشر وترابش. اما الكوبالت سي او فده كان عنصر مشاع بنستخدمه في صناعة البطاريات في في البطاريات الحديثة بنستخدم في صناعة في البطاريات الحديثة. كمان بنستخدمه في صناعة المغنيتز لانه دمين الكوبالت. كمان الكوبالت سيكستي ده ريديو اكتيف ايزوتوب بيطلع جاما رايز بنستخدمه في الميديسين في تشقيص الاورام وعلاجها. اذا كان ورم حميد او لقدر الله ورم خبير. كمان بنستخدم الكوبالت سيكستي اللي بيطلع جاما رايز في حفز او تعقيم الطعام. اما النيكل ان اي بنستخدمه مع الكادميوم في صناعة البطاريات اللي ممكن تتشحن مرة تانية. بنستخدمه في وكمان بنستخدم النيكل في تحويل عن طريق الهايدرجينيشان. كل ده يوزز للنيكل. كمان النيكل مع الكروميوم الوي بنصنع منها الهيتين كايلز. كمان حديد الصلب اللي فيه بيبقى. عشان كده بنصنع منه زي الجنود بتاعة العربيات. كمان النيكل بنستخدمه في الفيزلز لانه ما بيتأثرش ولا بالاسدز ولا بالبيسس. اما الكوبر ده 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 ديسكورد متل. وكلنا بنستخدم الكوبر من زمان جدا من العصر الحجري. ولحد النهاردة بنستخدم الكوبر في صناعة الالكتريك وايرز عشان عنده هاي الكتريكال كوندكتيفتي. اما الكوبر مع التين الوي اسمها برونز الوي. دي بنصنع منها اللي هي العملات المعدنية. والانهايدرس كوبر سالفيد بنستخدمه كمان بنستخدمه هو هو كمان الكوبر سالفيد ده بيدخل في حاجة اسمها ده بنكشف بيه عن الجلوكوز لان ده بيبقى لونه ولو الحاجة اللي بنكشف عنها دي كان فيها جلوكوز اللون البلو بيتحول لورنج بسبب فالنج سوليوشن. اما الزينك زد ان ثورتي فكنا بنستخدمه في اما الزينك سالفيد بنستخدمه في ال اكس رايز ونستخدمه في اللي هي الدهنات المضيقة والزينك اوكسايد بنصنع منه الربر وبنصنع منه اللي هي مستحضرات التجميل وبنستخدمه كمان في اللي هي الدهنات. انصح حضرتك بقى انك تطلع فاصل عشان تبدأ بقى في بتاعت الترانزيشن من ضمن بتاعت المين انها بتكون لما يكون وعشان كده كان فيه اكسابشن في الالكترونيك كونفجريشن بتاع الكروميوم وكمان كان فيه اكسابشن في الالكترونيك كونفجريشن بتاع الكوبر الصفة التانية بقى ان الترانزيشن المانس هاف من اول السيكانديم لحد الزينك حضرتك هتلاقي ان السيكانديم اس سي في جروب ثري بي والتايتانيوم تي اي في جروب فور بي والفاناديم والكروميوم سيكس بي والمنجنيز جروب سيفن بي والايرن والكوبلت والنيكل التلاتة دول في جروب ايه? ليه? عزت الايرن والكوبلت والنيكل اللي هم التلاتة دول نفس الخصائص شبه بعض فاحطنام مع بعض في نفس الجروب. ولو انت عايز تعرف رقم الجروب بص على العدد الفيلانس الالكترونس اللي في الاس والدي. اتنين في الاس واحد في الدي بقى في جروب ثري بي. اتنين في الاس واتنين في الدي بقى في جروب فور بي وهكذا. اما بقى الكوبر فعنده الدي مليان والدي مليان نبص على الاس عنده الالكترون واحد يبقى ده في جروب وان بي والزينك نفس الكلام الدي مليان يبقى نبص على الالكترونس اللي في الاس ليه؟ لان الاس عنده اتنين الالكترونز فلو ادي مليان بنبص على الالكترونز اللي في الاس فيدينا رقم الجروب احنا لاحظنا بقى ان كلهم عندهم فرايتي معادة اتنين مين ومين اول واحد واخر واحد السكنديم عنده اوكسيديشن استيت واحدة بس والزينك عنده اوكسيديشن استيت واحدة بس فكلهم طيب كلهم بيدون الوحيد الوحيد اللي بيدين اوكسيديشن استيت وده يعتبر كمان المين جنيز عنده اعلى اوكسيديشن استيت والكوبر عنده اوكسيديشن استيت كمان بيتميز بان اعلى اوكسيديشن استيت عنده اقل من رقم الجروب في حين ان كلهم عندهم يساوي رقم الجروب الا الايرن والكوبلت والنيكل التلاتة دول الاكسيديشن استيت بتاعتهم اقل من رقم الجروب اعلى اوكسيديشن استيت عندهم وهم في جروب ايت خصوصا الايرن لان الايرن اشهر واحد اما بقى بالنسبة لل للكوبر سي يو فبيتميز بانه في جروب وان بي وعنده اوكسيديشن استيت اعلى من رقم الجروب فالالماد الوحيد اللي عنده اوكسيديشن استيت اعلى من رقم الجروب هو الكوبر بعد كده ابتديني نتكلم عن الصفة التالتة ان بتاعت اعمالها تزيد من اول السيكانديم لحد الزينك وده بسبب ان الاتوميك ماس بتزيد من اول السيكانديم خمسة واربعين لحد الزينك خمسة وستين فالاتوميك ماس لما تزيد لان الفوليوم تقريبا بيكون ثابت معادة طبعا حصل في في النيكل اش معنى الدنستي بتاعته معمالة تزيد معادة في النيكل عشان النيكل عنده خمسة ايزوتوبس فاحنا بنحسب بتاعت الخمسة ايزوتوبس فلما حسبنا بتاعت الخمسة ايزوتوبس طلع الرقم ده اقل من اللي قبله اللي قبله الكوبلت النيكل فالاتوميك ماس بتاعت النيكل اقل من اللي قبله فالاتوميك ماس لما تزيد الدنستي تزيد معادة عند النيكل قلت ورجعت بعد كده تزيد تاني بسبب ان النيكل عنده فايف ستيبل ايزاتوبس فالأفرج اتوميك ماس بتاع النيكل كان اقل من اللي قبله اللي هو الكوبلد. كمان من ضمن الخصائص ان الترانزيشن الامنس عندها مش زي زي السوديم السوديم ميتل بس عنده واحد بس. في الاوتر موست انا وجي والفيلانسي الكترونز هي اللي بتخلي الميتالج بوند قوية. انما الالومنم عنده فيلانسي الاكترونز اكتر. كل ما عدد الفيلانسي الاكترونز يكون اكتر. الالكترونز تتحرك تقلل ما بين تزود تخلي طبعا الترانزيشن متلز بقى ولا سوديم ولا الامنم. عدد الفيلانسي عندهم ولا ولا اكتر من كده بكتير. فكل معدد يكون اكتر بتكون اقوى. والمتال بيكون هاردر. والميلتنج والبويلنج بيكونوا وعشان كده بسبب ان عندهم في الفور اس والثري دي. فالمتالي قوية جدا. وده اللي بيخلي كمان بسبب ان عندهم كمان متضمن الخصائص بتاعتهم ان احنا بنستخدمهم لان بتقلل اللي بتحتاجها عشان تتحول يعني ده كده يعتبر بيحتاج لطاقة او عالية. انما لو حطيت يحصل يعني اللي بالاحبار ده ايه بيحتاج لطاقة ايه اقل بكتير من وعشان كده بستخدم كمان بسبب ان عندهم سنجل الالكترونز في الدي سبليفل. يعني عنده سنجل الالكترون في الدي. وطالما عنده سنجل الالكترون في الدي. فهتلاقيه كالرد وكمان يعني هنجازب للماجنت وكل معدد كل معدد الالكترونز اللي في الدي يكون اكتر السنجل. كل ما الماجنتيك مومنتم يكون اقوى. احنا بقى لقينا ان في خصائص مهمة جدا كلها بسبب الي في الدي سبليفل. يعني بتكون وبتكون وبتكون كل ده بسبب السنجل الالكترونز اللي في الدي سبليفل. وعشان كده الكوبر والسيلفر والجولد يعتبر عشان عندهم في الدي سبليفل. اما الزينك والميركري والكاديم لهم دول عشان مليان سواء في او في اما عندهم بعد كده بقى ابتدين نركز على باعتبر ان اهم واحد اكتر واحد فبتديني بقى نشوف ازاي نحول وابتديني بقى نستعرض مع حضراتكم انواع وكانوا خمس انواع من ضمنهم بس ده الليته احسن وما بنهتمش به ما بنركزش عليه عشان عيوب كتير جدا فيه كمية كبيرة جدا من بتاعة الايرن قليلة جدا كمان اللي فيه بتكون فما متجيبش سيرته بنشوف بقى الهيمواتايت والليمونايت والسيدرويت والكيميكال نيم والساينتيفك نيم اه ما مجميتايت هيمواتايت ليمونايت ده تعتبر اه جيوليجيجيكل نيم جيوليجيكال نيمز اما بقى الكميكال نيمز عندك الميجنيتك والاييرنasta لıld wise ذي هو الهيمونايت،، هايدراتاوى اليومونايت، ثوال كربونايت الذي favor كل واحد بقى باللون بتاعه بقى اماكن وجوده وطبعا قلنا ان افضل واحد لان ليه اعلى اقل نوعية اللي فيه غير ضرة ونبتدي بقى نشوف المراحل اللي بيمر بيها الحديد من اول ما متجيبه في الصحرا يعني خام لحد ما نحاوله المراحل دي اسمها انصح حضرتك انك تطلع فاصل لو ما طلعتش فاصل عشان تبدأ تعمل وتفهم بقى ان معناها ان احنا نحاول الحديد من في اخر مرحلة من اللي هي مراحل التعدين بننتج حديد اللي هو عبارة عن وعليه حاجات تانية بسهول المشكلة بقى ان عشان يتحط عليه حاجات تانية انت اصلا لازم تجيب الاول من فالمرحلة اللي قبل انك تعمل وتحاول ازاي عن طريق افران او المشكلة بقى مش يرفع اللي جاي من الصحرا بزبلته برملته يتحط في الافران فالمرحلة اللي قبل ان حضرتك تجاهز يعني نعمل ايه نكسر الاحجام الكبيرة ونصغرها عشان يبقى سهل يحصل لها في الافران والاحجام الصغير قوي نتكبرها يعني نعمل واضح طبعا في الاحجام الكبيرة بنصغرها والسنترينج الاحجام الصغيرة بنكبرها يعني تركيز او بيتم بطريقتين طريقة عن طريق الماجنت اسمها وطريقة عن طريق المية والزيت ودي بتعتمد على حاجة اسمها وعلى فكرة كل اللي باللون الاصفر ده يعتبر بنحسن القور فيزيكالي انما لو عايزين نحسنه كيميكالي بالاحمر دي بنعمل حاجة اسمها يعني نسخن القور طيب السؤال بقى انت ليه اما بتحسن القور كيميكالي ليه بتسخن القور والله حضرتك بسخن القور عشان لو كان القور ده احنا نسخنه في المية اللي في تتبخر لانا مش هينفع نحطه في الافران بميته عشان الحرارة بتاعت الفرن تحول مش تبخر المية اللي في كمان عشان نزود بتاعت في القور فلو كان القور واحنا سخنناه هيتحاول سهل جدا يتاكسد ويتحاول نسبة الحديد في تمانية واربعين في المية وتحول نسبة الحديد في الهيماطايت سبعين في المية طب لو القور كان بنسخنه عشان نبخر المية ولو كان القور بنسخنه بنسخنه عشان نزود بتاعت وما البقى لو كان القور برضو بنسخنه عشان بيبقى جوه منه زي السلفر وفيه كمان زي الفسفرس والاتنين دول شوائب واحنا بنسخن القور بيطلعوا في صورة جاسس او او فسفرس بنتا اوكسايد جاس يبقى انت بتعمل عشان نتخلص من ونتخلص من بعض الشوائب في صورة جاسس ونزود بتاعت القور طب انت حسنت القور بعد كده عايزي عايزي حاوله من قور هيماطايت لايرن ازاي اغير من لزيرو سهل والله صعب صعب ليه الايرن هنا بينتيب يعني يعني وصعب جدا تحاول حاجة لحاجة تانية فبنتر ان احنا نسخن قوي في درجة حرارة اعلى من سبعمية ونستخدم كلام ده بيحصل فين في الافران سواء كان بلاست او مدركس فرنس حضرتك في بتحط هيماطايت ومع هيماطايت بتحط فاحم الكوك دي كده الشحنة اللي بتهتحط في الفرن عشان هيماطايت اف اي تو او سري يتحول ل ايرن اف اي وبعد كده نحط عليه بقى نيكل او كروميا ونحول له ايرن ستيل بالمناسبة بقى فاحم الكوك بيحصل له ويدينا سي او تو وانرجي عشان درجة حرارة الفرن تفضل عالية والسي او تو مع الاكسترا من الكوك بيحصل له ويتحول لسي او والسي او ده بقى هو اللي يعتبر هو اللي هيحول الهيماطايت انتو ايرن اف اي ويبقى احنا كده عندنا حكتين هيماطايت وكوك عندنا ده اللي بيحول الهيماطايت لايرن والمصدر بتاع هو فاحم الكوك عشان كده انا بحط حكتين هيماطايت وكوك في الموضوع مفرقش كتير نفس الفكرة برضو بس المرة دي بقى بنحاول الهيماطايت انتو ايرن عن طريق حكتين مش حاجة واحدة كاربومونوكسايد وهايدروجين واللي اتنين دول بقى اسمهم ووتر جاس لأصل الاتنين دول بيتكونوا عن طريق المية مع يعني ايه يعني حضرتك انا بتحط هيماطايت بس عشان يتحول لايرن وبتدخلوا من هنا حكتين كاربومونوكسايد وهيدروجين لهم الووتر جاس فالسي او يسحب الاكسجين ويطلع سي او تو والاتشي تو يسحب الاكسجين ويطلع اتشي تو او واحنا بقى بناخد الجازز دي كاربون ومية ونعملهم نمررهم على الناتشلال جاس مية وناتشلال جاس اللي هيتكون ده هيبقى اسمه ده كده اللي بيحصلوا في طبعا لازم تبقى فاهم ان اللي تشارج حاجة واحدة حاجتين كاربومونوكسايد وهيدروجين بنقول عليهم موتر جاس اما بتاع كان اللي هو الميثان عشان تبقى فاهم الفرق ما بين الفرن الاولاني والفرن التامي في المرحلتين بقى او في الفرنين مش المرحلتين في الفرنين سواء بلاست او احنا بنحاول في المرحلة التالتة بقى بناخد ده بقى ونحط عليه او كروميام او كاربون او من جنيز ايا كان دي انواع من والكلام ده بيتم في افرام زي او او دول بيستخدموا الانتاج الحديد الصلب بالمناسبة بقى الحديد الصلب ده مش ايرن بيور ده بيكون ايرن الوي وبيكون ايرن وكاربون وعليهم حاجات تانية واحنا بقى عندنا تلات انواع من الالويز ايه الفرق في النوع الاولاني بتبقى الاتومز بتاعت الادت اللي هو الكاربون بتحتل الانتر موليكولار سبيسز ما بين الاتومز بتاعت البيور المنت اللي هو الايرن وعشان الاتومز بتاعت الادت المنت بتدخل في المسافات اللي ما بين الاتومز بتاعت البيور المنت فبنسمي النوع ده من الالويز انترستيشيال الويز وفي النوع ده من الالويز ما بيحصلش في النوع ده من الالويز بيتكون ميكسشر لانه ما بيحصلش ما بين الكمبوننز بتاعت الالويز النوع التاني بقى بنقول عليه ودي نوع او ده نوع من الالويز بيتكون لما يكون اللي بتكون شبه بعض نفس ونفس مع اللي بنصنع منها المقابض بتاعت البيبان. كل ده بسبب ان نفس الديامتر نفس ونفس دول الثلاث شروط اللي بينطبقوا على اللي بتكون وبالمناسبة اسمها عشان حضرتك تشعر وكأن كلها كانت من نفس النوع اللي هي اللي بالاحمر وشلنا بعضها واستبدلنا من نوع تاني اللي هي باللون الجري وفي النوع ده برضو ما بيحصلش بيتكون اخر نوع بقى من ده النوع الوحيد اللي بيحصل فيه ما بين اللي بتكون او بنقول عليها والديورة الوامين والجولد مع ومن الملاحظ بقى ان النوع ده من اولا ما فيش داش ما بين الاف اي والسي ثالثا بقى حصل فاتكون كمباوند مش ميكسشر اه كمان من ضمن ان الكيميكال فورميلا بتاعت الكمباونز دي لا تغضع للقوانين بتاعت الفيلانسي فالنوع ده بقى من الالويز بيتميز بانه هاردنس فيري هارد الهاردنس از مور كمان الكميكال فورميلا دازنت اوبيي ذا رولز او فيلانسي وكمان النوع ده من الالويز ماينفعش يتكون ما بين اللي مع بعض في نفس الجروب ليه عشان اللي مع بعض في نفس الجروب شبه بعض فمش هيتفعله مع بعض فما يدفعش يتكون ما بين اللي مع بعض في نفس الجروب اهم حاجة بقى في حصة المراجعة بتاعت قصة ان احنا عندنا تلات انواع من الاف اي او وهنا ده بنسميه ايرن تو والاكسجين تو فتتكتب زي ما هي اما ايرن اكسايد ده اسمه فرك اكسايد الفينز بتاعت الايرن ثري فبيتكتب كده اف اي اي تو او ثري وده بقى انت تفاهم ان التلاتة دي الفينز بتاعت الايرن فاسمه فرك اكسايد واحنا عندنا بقى النوع تالت من الاكسايد اللي هو من ايرن تو اكسايد وايرن ثري او من اف اي او و اف اي تو او ثري فبنعبر عنهم لواحدة فبنجمعهم اف اي و اف اي تو فتبقى اف اي ثري او ودي او ثري فتبقى او فور وده بنقول عليه او بنسميه اطلع فاصل دلوقتي وارجع تاني اعمل موخك يبقى فرش وركز قوي بقى في اللي انا هقول له ده هو ينفع الاف اي يتحول او اه اعمل ايه بصع الاكسايدا اوز اوز ازurar بسيرو وينك ومن زيرو الاكسايداتيشان زاد يعني حصل اوز 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 ا police يبقى استخدم اوز 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 اولاك زاد يبقى حصل ولو وتحول يعني حصل يبقى استقدم بس حضرتك بقى لو مركز هتلاقي ان الفرق هنا هنا اتنين من زيرو وفرق هنا هنا من والفرق هنا في من زيرو لبوزيتف ثري ما بتتحفزش درجة الحرارة ما بتتحفزش لما تغير الفرق اتنين ده وسط لما تغير من الفرق بواحد ده اصغر فرق لما تغير من زيرو يعني الفرق في تلاتة ده اكبر فرق هنا الفرق في اتنين يعني وسط يبقى وسط من ربعمية لسبعمية وهنا الفرق واحد من اصغر فرق يعني اقل من ربعمية بنعبر انا لو عايز تحول الفرق من زيرو الفرق تلاتة ده اكبر فرق يبقى هنا اعلى يعني اعلى من سبعمية وعكس يعني ينفع نحول من بوزيتف ثري لبوزيتف تو يبقى حصر يبقى استخدم او كربون او اللي تنمع بعد اسمه موتر جاس وطبعا من بوزيتف ثري لبوزيتف تو يعني الفرق وده كان اصغر فرق يبقى اقل درجة حرارة يعني يقل من ربعمية من اف اي او ل اف اي لزيرو يعني الفرق اتنين وده فرق وسط يبقى وسط من ربعمية لسبعمية وطبعا استخدم الهايدروجين لما حاول الهيماطايت الاف اي من بوزيتف ثري لزيرو يعني يبقى حصر يبقى استخدم هايدروجين او كربون مونوكسايد او اللي اتنين مع بعض اسمه موتر جاس ومن بوزيتف ثري لزيرو الفرق تلاتة وده فرق كبير يبقى التمبرتشر هنا كبيرة يبقى اعلى من سبعمية وده بيتم في الافران لما جاء اقول لحضرتك بقى الهيماطايت ازاي نحاوله الاف يي او بص على من بوزيتف ثري لبوزيتف تو يبقى حصر يبقى استخدم هايدروجين هيسحب الاكسجن ويطلع ومن الفرق وده اصغر فرق يبقى ده اقل درجة حرارة اقل من ربعمية بنعبر عنها بتراينجل والمجنة نفس الكلام نفس الفكرة لان ده ميكسشر من حاكتين جزء منهم افي او والجزء التاني هو افي تو او ثري فبرضه بنفس الطريقة يحصل له الريدكشن ويديني افي او اما الايرنتو اوكسليت لما بنسخنه بس بشرط يتفكك لتلات انواع من الاكسايد افي او وسي او وسي او تو في حين بقى ان لما بنسخنه بيتحول لافي او بس بشرط عشان لو فيه هوا الافي او هيتاكسد وتحول كم طريقة بنحضر بها الافي او اربع طرق بنحضر بيهم الافي او طب الكيميكا الافي او بما انه عشان يبقى كده ايام الرياكشن مع طب لو عايز احاول الافي او لافي تو او ثري وغير الاوكسديشن نمبر من بوزيتف تول بوزيتف ثري يعني اوكسديشن نمبر زاد يعني حصل اوكسديشن ومن تول ثري الفرق يعني اقل فرق يبقى التمبرتشر اقل التمبرتشر وعلى فكرة في فيديو موجود على اليوتيوب لوحده مركز على الحت دي اسمه الخلاصة ومركز فيها اكتر بكتير انما دلوقتي عنا عشان بلم الشابتر كله فبتكلم بسرعة طب الافي او ينفع انا حاول الافي اه اه الايرن هنا بوزيتف تو وهناك بزيرو يبقى 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 استخدم هيدرجن هيسحب الاكسديشن اللي هنا ويطلع لنا او 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 الاتنين مع بعض مش هتفرق وطبعا من لزيرو الفرق باتنين وده كان فرق وسط يبقى هنا وسط من اربعمية لسبعمية زي بقلت لحضرتك بقى الافي اي ده متل والاكسايد ده بيسيك اكسايد هيعمل مع الاسد ويدينا سولت اند ووتر وخلي بالكم ده فلو الايرن هنا بوزيتف تو يطلع هنا اف في اي بوزيتف تو يعني اف يي سي ال تو لو يطلع هناك بوزيتف تري لان كلمة معنى ان ما حصلش ولا ولا الريدوكشن اللي داخل بوزيتف تو بيطلع بوزيتف تو واللي داخل بوزيتف تري بيطلع بوزيتف تري. تمام كده? طب الاسد بقى هنا ولا ما بنحفظهاش. بص على ال اف في ايه اللي داخل? هو تو واللي بوزيتف تو. اللي هو الفرس. وده بينتهي بثري دي سيكس. وطالما يبقى يعني اي حاجة هتأثر فيه. حتى لو كان الاسد يبقى حضرتك بقى لو جبت الايه في او وحطت عليه اي اسد سواء او سالفوريك اسد هيحصل رياكشن. طب لو كان ده وحطت عليه مش هيحصل رياكشن. السؤال بقى ينفع تحول اي واحد من دول مثلا ينفع تحوله اه كم خطوة خطوتين. اسخل اي يدينا اف اي او اخد اف اي او مع سالفوريك اسد يدينا فرس سالفير. طب ينفع تبدأ بماجنطايت او هيماطايت وتحولهم اه هبدأ بدأ او ده عمله يدينا اف اي او اخد اف اي او مع يدينا اف اي او ده عشان الاسئلة بتاعة بنفس الطريقة بقى يحصل ويدينا هيماطايت الفرس اوكسايت يحصل ويدينا هيماطايت الفرق هيدروكسايت نسخنه فيدينا هيماطايت ويتبخر المية الفرس سالفيد بنسخنه في فيدينا هيماطايت واس او تو واس او ثري كم طريقة بنحضر بها الهيماطايت اربع طرق بنحضر بيهم الهيماطايت طب هينفع نحاوله ايه في ايه اه اه نمر من بوزيتف ثري لزيرو يعني يقل يبقى حصل ريداكشن يبقى استخدم او كربو مونوكسايت او الاتنين مع بعض ولو هيدرجان هياخد الاكسجن ويطلع اتش تو او بس طبعا من بوزيتف ثري لزيرو الفرق كبير جدا فرق تلاتة وده فرق كبير يعني درجة حرة كبيرة اعلى من سبعمية وبنفس الطريقة نحاول الهيماطايت من بوزيتف ثري لبوزيتف نعمل بس من لفرق ب ون وده اصغر فرق يبقى اقل اقل نمبر وتغير من Microsoft получается او العكس يعني الفرق ب ده اصغر فرق يبقى دي اقل لدرجة حرة اقل من ربعمية يبقى spar SENG لو بتبص على الفرق في النبر من bara contribute to to يبقى ده فرق وسط يبقى temperature وسط من ربعميةن سبعمية. بتغير ده او earbuds لزيرو يبقى ده اكبر فرق يبقى دي اعلى درجة حرار اعلى من سبع مية. وبنفس الطريقة برضو ده يعتبر يعني عشان فالاكسايد ده يعتبر هيامري اكشن مع ويدينا وخلي بقى لحضراتكم ده فلو هنا هيطلع هنا لو يطلع آآ اللي داخل زي اللي خارج لان ده ما حصلش ولا ولا بس خلي بالكم يعني 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 وطالما مش اي حاجة هتأثر فيه ده رخم جدا عنده ثبات عالي مش عايز يدخل مع حاجة الا لما نكبره باسد يكون قوي ويكون وكمان نسخن ساعاتها هيحصل ويدل حضرتك نفس الكلام بالنسبة مع السلفوريك اسد اتش تو اس او هيدل حضرتك فرك ومية ليه فرك عشان ليه عشان عشان هو داخل ليه لو داخل يعني ما حصلش ولا 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 بيزيد ولا بيقل لو داخل بيطلع بوزيتف تو ولو داخل بوزيتف تري يطلع بوزيتف تري والاكويشنز ما بتتحفز قاسم من بالله العظيم الاكويشنز ما بتتحفز واللي عنده مشكلة في اي اكويشن في يبعت لنا على زير احداشر اربعين اتنين تلاتة اتنين ستة اتنين خمسة واحنا هندخله يتفرج على الشرح تاليكويشنز اللي حضرتك ان شاء الله هتستمتع به انك مش مضطر انك تحفزه احنا بنستانتج الاكويشنز تعرف بقى تبدأ با اي واحد من دول يعني مسلا تبدأ بفرص صالفيد وفي الاخر خالص توصل لفرك خطوتين فرص صالفيد نسخان والنعير يدينا والهيماتايت مع يدينا ومية طب ينفع تبدأ بفرك وتوصل لفرك خطوتين. نسخن يدينا نقود نحط عليه فيدينا فرك دي اوداء ملخص بتاعة وعلى فكرة ما فيش كلمة جديدة في المجنة برضو مع الاسد بيدينا من نوعين من لان المجنة من نوعين من يعني لو ده يدينا فرك لو كان ده فرس يدينا فرس طب لو كان ده مع اسد هيدينا فرس وفرك عشان المجنة بيكون من نوعين من انا حاولت بقدر الامكان ان انا لهمل حضراتكم كله من اول والاخر وطبعا ده بيبقى شرح سريع للناس اللي حضرت معنا او للناس اللي مذاكر اصلا وعايزة تعمل للاجزاء اللي موجودة او الكلام اللي موجود في شابتر وا ان شاء الله بازن الله هنبتدي دلوقتي نصور لحضراتكم حاجة زي دي بس شابتر تو وشابتر تو من شابترز القوية جدا وبيجي عليه اسئلة كتير جدا في الامتحان نرجو ان احنا نكون افدنا حضراتكم ويا رب دايما يجعلنا سبب في انكم تنجحوا وتتفوقوا وان شاء الله بازن الله نشوفكم في احسن صحة واحسن حال وتبقوا من المتفوقين يا رب ان شاء الله بازن الله ونبقى احنا مجرد سبب بس ان انتو تبقوا حاجة كبيرة في يوم الايام شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة